موسيقى اوقد في مركز جامعة كولومبيا للأبحاث في عمان مؤتمر دولي تحت شعار وصول المرأة للعدالة آفاق ورؤا وذلك تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بن طلال وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين في شؤون المرأة ويهدف المؤتمر الذي استضافه قسم العون القانوني في منظمة النهضة العربية الديمقراطية والتنمية أرض إلى تأسيس منتدى للحوار بين الخبراء والأكاديميين وصانع السياسات حول وصول المرأة إلى العدالة والمشاركة الفاعلة بمختلف الأصعد المحلية والإقليمية والعالمية وأكدت الأميرة بسمة خلال كلمة لها في المؤتمر أن كل الجهود التي بذلت للوصول إلى تمكين المرأة وإزالة كل أشكال التمييز ضدها هي في حقيقتها تأكيد على حقوق المرأة الإنسانية مشددة على ضرورة إيجاد الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان بصورة واضحة واحترام المبادئ المقرأ في النصوص والقواعد القانونية أهمية يوم المرأة العالمي لأنه هو احتراف خليني أقول عالمي ودولي بدور المرأة وبأهمية فعلا تعزيز دور المرأة باستمرار وبنفس الوقت فرصة لتقييم الإنجازات أو خليني أقول مرات الطباطئ اللي حصل وقياس فعلا للعمل اللي جرى بالنسبة لمشاركة المرأة وتقدم المرأة في مسيرة الحياة وبالنسبة لحقوقها وبالنسبة لدورها الاقتصادي هلا مثلا عنا اليوم بالأردن وبهذه المناسبة بالذات كمان خليني أقول إمكانية المرأة للحصول على أو إلى الوصول إلى العدالة وهذه التحديات يعني في هذا المجال بالذات فأيضا أعتقد أنه هذا اللقاء وهذا المؤتمر والنقاش اللي راح يدور في هذا المجال المحدد مهم جدا لأنه أيضا موضوع العدالة خليني أقول بالذات موضوع يعني بمس كل إنسان إن كان رجل أو مرأة اشتركوا في القناة